تساؤلات كثيرة تدور في عقول المصريين عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري أكبر مبادرة للتمويل العقاري في التاريخ المصري بفائدة متناقصة ما هي هذه المبادرة وكيف يستفيدون منها وما هي الشروط وهل تشمل المبادرة كل الوحدات السكنية الحكومية والخاصة أم تقتصر على شفاق وزارة الإسكان بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن النهاردة موجودين ونتواجد دائما بإذن الله علشان نعرفك حقك أنت اعرف حقك وانت اعرفي حقك أهلنا في كل مكان في مصر في القرى في النجوع في الكفور في العزب في الأماكن العشوائية في القاهرة في المدن الساحلية في كل مكان نحن موجودين عشان نعرفك حقك حقك في مشروعات الدولة العملاقة الكبيرة التي تنشئها الدولة في كل مكان حقك في القوانين حقك في الاقتصاد النهاردة مثلا على سبيل المثال يعني الأسئلة كثيرة جاءتني على الفيسبوك وغير ذلك تسألني كيف نحصل على شقة في نظام التمويل العقاري إحنا عايزين يعني أهلنا البسطاء في القرى يسألون إحنا عايزين أربع حيطان يضمونا ويلموا لدنا إزاي نقدر ناخد شقة من المشروعات التي تنفزها الدولة وإحنا ما عاناش فلوس كتير نقدر نستطيع أو نشتري بها تلك الوحدات السكنية أنا النهاردة موجود وإن شاء الله في برنامجنا هذا سوف نعرفكم بالطرق السريعة واليسيرة للحصول على شقة في نظام التمويل العقاري إيه قصة التمويل العقاري هذه؟ قصة التمويل العقاري ده نظام موجود في مصر منذ عشرات السنين حيث تقوم البنوك بتمويل وحدات سكنية عبر الأجيال معينة كانت لا تمتد في الماضي أو لا تزيد عن عشرين عام وفائدة لا تقل عن تسعة أعوام لكن في هذا العام وبالتحديد في شهر مارس الماضي أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% فائدة متناقصة 3% وعلى مسافة 30 سنة هذه المبادرة سوف تحسب في التاريخ الإنساني للسيد الرئيس الذي ينظر نظرة إنسانية لجميع مواطنين الشعب المصري البسطاء هذه المبادرة كما قلنا يمكن من خلالها كل أهلنا في كل المحافظات محدود الدخل من الفقراء وكذلك متوسط الدخل أن يحصلوا على وحدات سكنية بقيم بسيطة وميسرة وبأوراق وشروط ميسرة جدا طيب إحنا يعني عم سعيد بيسأل في محافظة مثلا إنا من أهلنا وأنا بالمناسبة من محافظة إنا بيقول إزاي أقدر أنا وأنا متوسط الدخل أنا موظف مثلا إزاي أقدر يعني أخذ شقة أقول له فعلا يا عم سعيد أنت تتمكن من أنك أنت تحصل على شقة في مبادرة التمويل العقاري بشروط بسيطة ويسيرة وميسرة إذا كنت موظف فلا يعني أوراق بسيطة منها صورة البطاقة منها يعني شهادة بالدخل من جهة عملك براتبك الشهري صورة أسيمتك الزواج لو كنت متزوج أيضا شهادات الميلاد بتاعة أولادك لو كانوا أقل من 16 سنة ولو كانوا أزيد من 16 سنة فصور البطاقة الشخصية ليهم قدامك نظامين إذا كنت من محدود الدخل يعني بمعنى بخلينا بالعربي إذا كان مرتبك إذا لم تكن متزوج وكان مرتبك حوالي من 4500 كحر الحد أقصى يعني ممكن بوثلاثة بوثلاثة ونص الحد آخر حاجة أربعة ونص لو كنت فرض مش متزوج فإنك يمكن أن تحصل على شقة في نظام اللي هو محدود الدخل طيب إذا كنت متزوجا وتعول أسرة فإن دخل الأسرة بشكل عام لا يزيد عن 6000 جنيه طيب في الحالة دي سواء كنت فرض أو كنت متزوج وتحقق فيك هذا الشرط تذهب إلى صندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان وتقدم على شقة سكنية هذه الشقة يعني حدها الأقصى 350 ألف جنيه طيب هل حقك تاخد شقة؟ في الحالة دي حقك تاخد شقة؟ بتدفع 10% بس يعني والباقي بتقصته على 30 عام بفائدة متناقصة يعني فائدة متناقصة عام سعيد يعني أنت دفعت النهاردة 500 عليك دفعت مثلا 100 ألف جنيه وباقي عليك 100 ألف جنيه 100 ألف جنيه الباقيين دول حيقصتهم البنك النهاردة 100 ألف على 30 سنة طيب أنا أول سنة دفعت 10 ألف إبال فايدة بعد كده بعد السنة اللي جاية على 90 ألف مش على 100 ألف طيب السنة اللي بعدها دفعت 10 ألف إبال فايدة بعد كده على 80 ألف فالفايدة بتبقى متناقصة ده بالنسبة لي محدود الدخل أما متوسط الدخل فإن أن يكون الحد الأقصى لغير المتزوج 10 ألف جنيه طيب المتزوج أن يكون الحد الأقصى له 14 ألف جنيه طيب سعر الشقة اللي هو ممكن ياخدها قال لك سعر الشقة اللي يمكن ياخدها من مليون ومئة ألف إلى مليون وربعمائة ألف بس يدفع في الحالة الأولى 15% ويدفع في الحالة الثانية 20% وأيضا على 30 سنة وفايدة متناقصة 3% إذن أنت هتلاقي نفسك في النهاية واخد شقة من الدولة أو من القطاع الخاص وبتدفع فيها شهريا أقل من الإيجار الجديد اللي أنت كنت بتاخده يعني أنت لو عاوز شقة إيجار جديد في أي مكان في القاهرة دلوقتي مش هتقل عن مثلا ألف جنيه أو ألف ونص فيما أنت لو خدت شقة في التمويل العقاري وهي هتبقى ملكك فإن القص الشهري اللي عليك حيبقى مثلا 800 جنيه أو 700 جنيه وفي النهاية بعد 30 سنة هذه المبادرة سوف تمكنك من أن تكون الشقة بتاعتك تمليك تورسها لأولادك من بعدك طيب حد يقول تاني أنا يا أستاذ أنا مش موظف أسطل أنا بشتغل سباك أنا بشتغل صنايعي كهربائي حداد أي حاجة ومعنديش مصدر دخل ثابت أقول له أيضا أنت تشملك هذه المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية ويقوم على تنفيذها البنك المركزي طيب إزاي؟ هقول لك بسيطة جدا جدا تروح لأي محاسب قانوني محاسب قانوني يكون معتمد وتقول له أنا عاود شهادة الدخل لدخل السنوي أو الشهري هو هيعمل لك شهادة الدخل بدخلك السنوي أو الشهري هذه الشهادة أيضا تقدر تأخذ بها شقة في نظام التمويل العقاري سواء لمتوسط الدخل أو محدود الدخل متوسط الدخل هم بيروحوا لصندوق الإسكان الاجتماعي أما متوسط الدخل فبيروحوا للبنوك مباشرة وإحنا عندنا في المبادرة دي فيه 23 بنك بيمويل المبادرة دي إضافة لخمس شركات تمويل عقاري موجودة في السوق ومعروفة ومرخص لها من قبل الدولة وتقوم بعمليات التمويل العقاري إذن المشروع الأمر سهل جدا وبسيط جدا ويستطيع أغلب المصريين من أهلنا البسطاء والغلابة والموظفين والحرفيين وأصحاب النشاط التجاري كلهم يستطيعون الحصول على وحدات سكنية من هذه المبادرة التي تغنيهم عن الإيجار ودفع الإيجار وطبعا بالمناسبة الإيجار بيغلى كل سنة 5% أو ما شابه أما هذه المبادرة فإنها سوف يكون إصطها الشهر أقل من الإيجار وكمان بعد 10 سنين ستكون الفلوس أقل من قيمتها حاليا فأنت مش هترهق بدفع هذه الأقصاد طبعا دي مبادرة مهمة جدا نحيي عليها الدولة المصرية وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنا بقول لأهلنا في القرى والنجوع والكفور والعزب والعشوائيات هذه مبادرة مهمة جدا يجب أن تتمسكوا بها يجب أن تحييوا الدولة عليها اعرف حقك الدولة يعني تعطيكم الكثير فقط أنت من تسعى للحصول على حقك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة